ايمن فاروق عباس 44 سنة ملاكم مصر محترك والله انا بدأت الملاكمة حوالي 19 عشرين سنة كده او كنت متأخر لاني كنت متجه واخد اتجاه الكورة لعب الكورة اتجاهت الملاكمة لاني لديت الملاكمة لعبة شريقة وممتعة الملاكمة بتعتمد على لبسك مش محتاج واسطة الملاكمة هي قوتك في عقلك الكورة ممكن حد يجاب لك ياخدك تلعب في نادي عشان يعرف فلان يعرف كابتن فلان بيجامل بعض فانا عندما يتهم جاملات فانا تجاهت الملاكمة هتعتمد على نفسك مش محتاج محد يجاملك طبعا انا لعبتي الاول من دهالية هتعاقات بطولات الدهالية كتير وهو هتعاقات مديليات برونز في بطولة الجمهورية وربعة 2003 و2004 و2005 وكان على الاساس كنت انضمت المنتخب بطولة عشان اجلوا في بطولة البحرابي المتوسط في عزبانيا لان انا كنت انترى السرين بحقق مديليات بطولة الجمهورية بالدرجة الاولى والحاجة التانية في الوقت بتاعنا كان كابت محمد الجباز وكانت محمد رضا وكان هناك ابطال جامدة ابطال العربة مهروفة على مستوى العالم وليس على مستوى مصر فانا الحمد لله كنت بحقق والمنصورة لما كانت في العب المنصورة يجي في الوقت وفي المرحلة تجيب مديليات فكانت حاجة كويسة بدأت احتراف انا اول ملاك من اللاعبه محترفين في مصر بدأت سنة 2004 أو 2005 كان فيه بطولة تنشطين محترفين ولعبت مع البطل الكبير كابتن تامن البرعي وكان يقاوم على زيب بطولة الله يرحمه ودكتور اسماعيل حاند رأس الاتحاد في ذات الوقت وكابتن توفيق ماظر وكان هم اللي عاملين البطولة دي كانت اول بطولة محترفين تتعامل في مصر كانت بطولة تنشطية كنا عزين من شرور لعبة المحترفين فانا كنت اول ملاكم او من ضمن الملاكمين اللي هم لعبوا محترفين قابل من الملاكمة تحترفه كابتن روتشار يدخلها اصلا مصر انا اول واحد ملاعب محترف ولعبت مع الكابتن تامن البرعي قبل اتعاد الجنيند لقد لأت فيه مصدقية ولميزت أنه ملاكم هياخد حقه لقد لديها ناس هتسوأك صحة مش عايزين منك فلوس ده هم انت يعني هم هيبعاتوك عشان تجيم فلوسها عايزينك تسافر عشان انت اللي تجين فلوس مش عايزين فلوسها عشان يسافروك لا انت عايزين سافر بمجهودك مش عشان فلوسك من الحزام بإذن الله وكسبته وكاميرا ربنا كاتب لي فيه المكسل طبعا هنافس على حزام بطل أفريقيا وده حاجة يعني قابل كل حاجة ده حاجة من مصر كلها يعني ربنا يساعدني يعني يوفاني يعني يوفاني لنا هده أسد مصر كلها بإذن الله وأكون خفوز بالحزام ده يعني طبعا ده زكي بطل الكبير وبطل كوب في المباراة اللي فاتت كانت من قوة المباراة اللي عبتنا وهو الناس اللي يصدقimpressionة بالمهارة والسرعة والمباراة التال بالتعدل فده بيدول من المالكية القوية فإن الفداعوبية يدل من المباراة القوية وبن STUDY وان ال Brill say يلاعب بطل كوي يوصله في حتة تانية و فأنا الناس من الإبطال يدعى أسمُهم وإن شاء الله ربنا يسال وتبقى مباراة حلوة المكسب الوحيد من المباراة سبك من الحزام المباراة التي الناس ستستمتع بها سيشوف فامولاك ماك وهيسا والصداكة المباراة هو المكسب الناس تبقى بعض المباراة ينبسوا مع بعض والخسران سيهني الكذبان سيواسل الخسران كابتن بقي وهي طبعا دقق وهو بطل كبير وإن شاء الله أتمنى الصداكة اللي بنا تزيد وأتمنى طبعا ننفوز عليه عن إذن الله الحكاية EGMC